شارك مجلس كنائس الشرق الأوسط في الأردن عن بعد باللقاء الإعلامي الذي دعا له الأمين العام للمجلس الدكتور ميشيل عبس من أجل خلق شبكة إعلامية مسكونية ترمي إلى توحيد الجهود والتعاون على مختلف الصعود الإعلامية شارك في اللقاء مجموعة من أصحاب الاختصاص في مجال الإعلام الكنسي من مختلف العائلات الكنسية ودول الشرق الأوسط وشدد الأمين العام على ضرورة إنشاء شبكة جامعة للإعلام المسيحي تهدف إلى تبادل مختلف الخبرات والأراء وكذلك المعلومات والمواد الإعلامية والعمل معا على نشر المعرفة والمناصرة وخلال اللقاء قدم المجتمعون لمحة عن المؤسسات والجهات التي يعملون فيها حيث تطرقوا إلى مجالات التنصيق الإعلامي والتعاون وسبل تبادل الأخبار ونشرها عبر الوسائل الإعلامية المسيحية إضافة إلى كيفية تأمين أرضية للحفاظ على مصداقية ما ينشر ومحاربة الشائعات كما بحثوا في آلية العمل لإطلاق شبكة إعلامية تشمل كل الوسائل الإعلامية القائمة شارك في اللقاء من الأردن الأب إغناطيوس خليفة مدير مكتب مجلس كنائس الشرق الأوسط في المملكة والأب صفرونيس حنان